تستمر ضربات الجوية للقيادات والمقارات التابعة لإيران في سوريا غارات وضربات صاروخية واستخدام الطائرات المسيرة أدت في معظمها لخسائر بشرية ومادية في صفوف الحرس الثوري والميليشيات التابعة له كان آخرها في ديرزور ودمشق وحلب وكالة سانا تابعة لسلطة الأسد نقلت عن وزارة الدفاع في حكومة الأسد إصابة مدنيين اثنين جراء قصف إسرائيلية استهدف مبنى سكنيا في حي السيدة زينب بريف دمشق الحي الذي يستخدمه الحرس الثوري كمركز رئيسي لوجوده العسكري والطائفي في سوريا بعدها بساعات فقط عادت إسرائيل لاستهداف نقاط تابعة لسلطة الأسد وإيران بريف حلب ونقلت وكالة أنباء سلطة الأسد سانا عن مصادر أمنية سقوط عدد من القتلى والجرحى فيما قالت مصادر محلية إن من بين القتلى خمسة عناصر ينتمون لحزب الله وكانت طائرات مجهولة شنت هجمات على مدن ديرزور والميادين والبوكمال وريفها أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري الإيراني وترددت أنباء عن إصابة الحاج عسكر قائد الحرس الثوري في المنطقة الشرقية من سوريا وبعد الاستهداف الكبير الذي شنه سلاح الجو الأمريكي على مقرات الحرس الثوري والميليشيات التابعة له في سوريا والعراق على إثر مقتل ثلاثة جنود أمريكيين باستهداف ميليشيا حزب الله العراقي قاعدة البرج على الحدود الأردنية وترت الهجمات الإسرائيلية والأمريكية كمن عدمت الهجمات على القواعد الأمريكية